إلى الخبر الهام الذي يرد أسفل الشاشة وبعض الإشاعات التي تم تدولها في موقع فيسبوك حول عملية تركيب سيارات هينداي بتيارات لجنة التحقيق ربما تفيدن بي نتائج في مصنع هينداي بتيارات وتنهي عملية التحري وكذلك اللجنة التحقيق المكونة من 20 عضوا و3 وزارات عينت كل مصار تركيب هينداي وخلصت إلى توجيه تهنئة للعملين في مصنع هينداي تيارات وكذلك اللجنة تم تشكيلها من طرف الوزير الأول عبد الملك سلال اللجنة تتشكل كما ذكرنا من إدارات وزارة المالية الصناعة مفاتشية الجمارك وباقي الهيئات ذات أصلة وأيضا تكفلت بمراقبة كل مصار تركيب وتحري في العتاد من الميناء إلى المصنع وخلصت كما ذكرنا إلى توجيه تهنئة للعملين في مصنع هينداي تيارات